بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل حديثنا عن الشركة ذات المسئولية المحدودة فنتحدث عن نشاطات الشركة ذات المسئولية المحدودة فبالنسبة لإدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة فتولى إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة مدير أو أكثر يتم تعيينهم من بين الشركاء أو من الغير وتصدر قرارات الشرقاء بالأغلبية في جمعية عامة وإذا زاد عدد الشرقاء عن 20 شريكا واجب تعيين مجلس رقابة مكون من ثلاثة شرقاء على الأقل فنتحدث أولا عن تعيين المدير وعزله فيتم اختيار المدير أو المديرين من بين الشرقاء أو من غيرهم وهذا على عكس ما هو معمول به في شركات المساهمة إذ يشترط أن يكون عدو مجلس الإدارة من المساهمين ويعين المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو بموقع باتفاق لاحق ويعين لمدة معينة أو غير معينة بمقابل أو بدون مقابل ويجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين لكن دون أي إخلال بحقهم في الحصول على تعويض إذا كان العزل غير مبرر أو في وقت غير لائق وتنعقد مسؤولية المدير عن أخطائه في الإدارة فيكون مسؤولا وحده فيكون مسؤولا وحده إذا كان المدير فرضا أما إذا كانت إدارة الشركة مسندة إلى أكثر من مدير فإن مسؤوليتهم عن تعويض الضرر تكون مسؤولية تضامنية فيما بينهم أما بالنسبة لمجلس الرقابة فكما سبق إذا كان عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يزيد عن 20 واجب أن يتولى الرقابة على إدارة الشركة مجلس رقابة مقوّن من ثلاثة شركاء على الأقل وفي حالة ما إذا طرأت هذه الزيادة بعد التأسيس الشركة واجب على الشركاء أن يقوموا بتشكيل هذا المجلس وبالنسبة لمراقب أو مراجع الحسابات فينبغي أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مراقب حسابات أو أكثر أما بالنسبة للجمعية العامة للشركاء فلالشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء وتجتمع مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية بدعوة من المدير وفقا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة ويجوز دعوة الجمعية في كل وقت بناء على طلب المدير أو مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل أما بالنسبة لمالية الشركة فكما سبق وأن أشرنا إلى ذلك يعد مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح والخسائر أما بالنسبة لإنقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات عموما كانتهاء مدتها أو هلاك رأس مالها أو انتهاء العمل الذي أسست من أجله إلى آخر هذه الأسباب إلا أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بإنسحاب أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعصاره ما لم يتضمن عقد الشركة النص على خلاف ذلك وفي حالة ما إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر في استمرار الشركة أو اتخاذ قرار بحلها ويجب أن يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأقصر من تاريخ بلغ الخسارة هذا الحد هذا وبالله التوفيق نكون قد انتهينا من الحديث عن مقرر القانون التجاري بالنسبة لدارسي كلية العلوم الإدارية والمالية سأرجو أن أكونوا قد استفدتم من هذا العرض فما كان من توفيق فمن الله وما كان من نقص أو تقصير فمن نفسه أمن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر